ضمن برنامج الإيكلاب أو الابتكار هيتم إزاي تنظيم أطخم مسابقة لولادنا من طلاب المدارس على مستوى السبع وعشرين مدرئين بالفعل إحنا بننظم المسابقة ديات لتاني سنة على التوالي السنة اللي فاتت كنا عاملينها أزابايلوت كده تجريبي على وخدناها على مدارس السنة اللي هي المدارس المتفوقين مفروض أن إحنا بننظمها من خلال بالإشراف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اللي هو يعتبر أحد أزرع وزارة التعليم العالي لرعاية ودعم واكتشاف وتأهيل المبتكرين والنوابغ على مستوى الجمهورية سواء في مرحلة التعليم مقابل الجامعي أو التعليم الجامعي أو حتى بعد التخرج وريادة الأعمال والشركات الناشئة والباحثين فبكل المراحل المختلفة نرجع للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين إحنا السنة اللي فاتت طبقناها بشكل تجريبي كده على مدارس المتفوقين والحمد لله إحنا طلعنا بتلاتين فكرة مبتكرة تم عرضها على معالي وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم في حفل ختامي وتم تأهيل تلات متسابقين خدوا الجوازي الأولى أنا مش عايز أقول له حضراتك اللاجنة الفانية أشهدت إزاي بمدى ندوج لأفكار الابتكارية اللي طلعت من الطلاب في مرحلة السنوية العامة السنة دي الحمد لله ربنا وفقنا أننا عملنا بروتوكول ما بين وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم عشان الموضوع يبقى تطبيقه على شأك الأعام تم توقيع البرتوكول في شهر عشرة يعني أعتقد طلاب الجامعات كمان هو البرتوكول يتعامل إحنا أصلا الصندوق بيدعم كل المراحل لكن إحنا عملنا بروتوكول مع وزير التربية والتعليم عشان يبقى النطاق أكبر على جميع المدارس والتطبيق يبقى على مستوى الجمهورية في 27 محافظة من خلال طبعا إشراف ومشاركة وزير التربية والتعليم وهم طبعا هم يعني هم يقدروا يوصلوا بشكل أكبر لجميع المدارس على جميع المحافظات طب كلميني أكتر عن المسابقة يعني بتعملوا إيه علشان تطلعي النوابغ في مجالات العلوم والتكارية هل في مثلا مجالات الكيميا الفيزيكس الفلك يعني أكيد طلبتنا وأولادنا في المدارس عندهم شغف في المجالات دي إزاي بتخلي الشغف ده مادة للتسابق والمنافسة وبالطلعي الأفضل احكي لي الحكاية إحنا السنة رفادت كان الموضوع مفتوح بشكل أبن كل اللي عنده فكرة بتكريف في أي مجال يقدمه السنة دي عملناها في خمس مجالات مجال الطاقة مجال البيئة مجال الربط مجال البرمجيات والهندسة البرمجية المفروض أن الخمس مجالات دول هما المجالات اللي دايما بيبقى العالم متجه ليهم بشكل أبو آخر وطبعا كل مجال بيبقى ليه تفريعات تحتية يعني مثلا الطاقة الطاقة فيزيائية وتاقة كميائية كل حاجة بيبقى ليها تفريعات تحتية حددنا ليه الخمس مجالات لأن فعلا لقينا توجهوا الأفكار السنة اللي فاتت أن كلها متجهة لمجالات اللي هي الحديثة تكنولوجية والطبيقية والطاقة والبيئة والمجالات دي وده الاحتياج العالمي أصلا أنه الهدف الرئيسي من المسابقة أنه نطلع الناس الأول يمثلوا ونفسهم جوه المدارس ويطلعوا أفكارهم بشكل مبتكر ويلقوا اللي يدعمهم ويحتضنهم عشان يطوروا الأفكار دي أنها تبقى سترطب خاصة بيهم وتبقى منتج مبتكر في السوق المصري ده أولا ثانيا نحن لما عندنا مسابقات كتيرة جدا بنمثل فيها مصر دوليا وبيطلع الولاد يمثلوا مصر من غير ما يكون فيه رعاية واحتضان داخلي قبل ما يطلعوا احنا عايزين الناس اللي تطلع ديها تمثل مصر بشكل مشرف وده كان الهدف الثاني بتاعنا السنة دي عملنا المسابقة على منطق 27 محافظة التقديم شغال من أول 5 شغال لغاية 6 يونيو لمدار شهر المفروض التقديم من تانية إعدادي من أول إعدادي لغاية تانية سنة معادة ثالثة سنة طبعا لأنه طبعا مش هينفع أن احنا يسجلوا ويبقوا ماشيوا معنا لأنه في مراحل كتير للمسابقة يعني بيمروا بيها فاحنا مش عايزين نعطلهم عن الموضوع التسجيل المفتوح بقى أيله شهر وطبعا وصلنا لعدد لسه ما وصلنا لعدد كبير ممكن أعتقد عشان للمتحانات شغالة بس التسجيل شغال مفتهدفين قد إيه أنتو؟ إحنا متوقعين أن التسجيل يبقى ما لا يقلش عن عشر تاريف بس إحنا لسه في مرحلة لسه ما وصلناش طبعا للعدد دوت فإحنا أعتقد أن إحنا هنوصل للعدد ده بعد من المتحانات تبدأت تخلص والناس تبدأت تركز أن هي تقدم للجابة وصلنا لكام دلوقتي إحنا وصلنا لألف بس وده عدد أعتقد معقول يمكن الطلبة مش عارفين تقدم إزاي يعني يقول للناس إزاي يقدموا مثلا دلوقتي ترجمة نانسي قنقر